قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين هل الحديث صحيح؟ هو جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل من يموت من أمتي جل يعني أكثر جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس يعني إيه بالأنفس؟ بالأنفس يعني بالعين دروا أبو داود في مسنده وكذلك البزار أيضا في مسنده بإسناد حسن ورجاله كما قال ثقات وقال العلماء إن هذا الحديث أو ذكر أهل التحقيق في هذا الحديث إنه لا يقرأ هذا الحديث مستقلا عن الحديث الآخر يعني ما يتقراش الحديث ده يحكم به فقط أو نفهم المعنى منه الوحد لازم يتجاب ويتحط معه الحديث الثاني الوارد في الصحيح حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباسر رضي الله عنه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ومعنى كده العين حق إن لها تأثير حقيقي لكن لا مش بنفسها وإنما بتقدير الله تعالى وبأمره هو أودع فيها ده أودع فيها هذه القدرة وأجرى العادة على حصوله عندها بإذنه سبحانه وتعالى من ببل امتحل الناس وابتلاء الناس وإن الدنيا دار قدر ومعنى سبق القدر كما ورق زي ما هو جاي فيه الحديث أي أن العين يمكن إنها تكون سبب في إن إنسان يتصب بالأذى أو مرض أو حتى الوفاة بعد قضاء الله وقدر يعني ما ورد فيه الحديث جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس يعني العين معناه هنا بالأنفس اللي هي بالعين أي الباء هنا بنسميها في اللغة العربية الباء للسببية الباء فيه للسببية أي بالأنفس أي بسبب إصابة العين بعد قضاء الله وقدره وجاء هنا تقديم قضاء الله وقدره احتراز من باب الاحتراز عشان الناس الوهم ما ياخدهاش فيفهموا إنه يعني الإصابة بالعين دي هتكون بغير قضاء الله وتعالى ده كلام مش صح فالهنا الحديث بيضبط العملية الفكرية حتى لو أصبت بالعين لدرجة أنها تكون سبب في الوفاة هي بعد قضاء الله وقدره هي بإذن الله وما شئته وعبارة الحديث الحقيقة بتشير إلى أمرين مهمين أول شيء بيان خطورة العين وإن الإنسان إذا رأى نعمة شفت نعمة على حد فتحة على حد عطاء على حد على طول تذكر الله تعالى وليدعوا لصاحبها بدوامها وليدعوا لصاحبها بدوامها ويسأل الله تعالى لو هو حابب الحال اللي هو عليه ده أن يرزقه مثله عشان ما تضرش حد ما أنت ممكن عينك تكون عائنة وإنت مش واخد بالك تكون بتصيب وتؤذي وإنت مش واخد بالك فتؤذي وتضر عشان كده علمنا الشرع الشريف إذا كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد شيئا أعجبه في نفسه أو ولدي أو في أي شيء النبي وجه فليبرك تقول تبارك الله ما شاء الله وهكذا نذكر الله تعالى حتى لا نضر غيرنا المسألة التانية اللي بنتعلمها من الحديث ده وهو ده أنا مش عايزة الناس تتوسوس بالأمر لكن نفهم خطورة العين شيء ضروري إنها من الابتلاءات في الدنيا الشيء المهم كمان هو تأكيد الأحاديث على ضرورة المحافظة على التحصينات الشرعية والمعاوذات إلا أرشدنا إليها الشرع الشريف يبقى أنا أواظب على أذكار الصباح والمساء وما فيها من التحصينات كل ما هوارد عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنسان ما ينسهوش يقرأ لنفسه ويعلم أولاده أنهم يقروا تعلم زوجها يعلم زوجته أعلم أمي أعلم أبوي وأمي يعلموني كل الناس تتضفر بالتذكير يذكر بعضنا بعضا على قراءة الأوراد التحصينية ونسأل الله سبحانه وتعالى بما فيها من أسرار وأنوار ليس لاعتقدنا بأن التحصينات بذتها فاعلة وإنما هي فاعلة بأمر الله فاعلة بإذنه ومشيئته جل في علا فنلتزم هذه التحصينات العين حق ويمكن أن تكون سببا في الأذى ولكن ده كله بيقع تحت قضاء الله وقدره مش حاجة بعيدة عن قضاء الله وقدره فلا شيء يحدث إلا بمشيئة الله جل جلاله